منتخب مصر اللي بدأ تدريباته النهاردة كان فيه صالة كده مقفولة داخل القتال عملوا تدريب تنشيط كده تدريب عبارة ما يتجمعوا كلهم يعني وضم محمد إبراهيم أخيرا بعد ماتش سراميكا كان ماتش مبارح اللعب الوحيد اللي موجود في منتخب مصر كان ماتش انتعارفين سراميكا والبنك الأهلي واللي انتهى بالتعادل السلبي كان محمد إبراهيم الوحيد اللي موجود وبالتالي ما كانش انضم انضم النهاردة لمنتخب مصر كمان انضم كريم حافظ معاه الباكليفت مكان طبعا فتوح وده اللي هيودينا ان كده ممكن بالنسبة كبيرة جدا كابتن يهاب جلال يعتمد على أيمن أشرف كباكليفت اساسي لمنتخب مصر ومعاه كريم حافظ لان أيمن أشرف كان جاي كباكليفت مع فتوح ونروح بقى لأخبار تانية كمان رابطة الاندية كانت فاكرين يا جماعة كانت رابطة الاندية طلعت قرار كده ان المداربين اللي مشوا من انديتهم في نص الموسم ما ينفعش يدربوا حتى نهاية الموسم وده حصل بسبب الفجأة اللي حصل تامر مصطفى ساب المقصة وراح تدرب الجونة أحمد سامي ساب السموحة وراح تدرب سيراميكا عبد حميد باسيوني ده ساب المحلة وراح تدرب السموحة فطبعا كل ده خلى القرار ده يطلع حسام حسن طبعا معين الشعباني مدرب كبير وخد دورة أبطال أفريقا موسمين متتاليين مع الترجي مدرب صغير السن عنده 41 سنة الظروف ما أسعفتوش نعمل نتائج طيبة شافوا أن حسام حسن هو المنقذ لأن حسام حسن طبعا سبق ليه أنه ضرب المصري أكتر من مرة ويمكن أول مرة يتولى فيها تدريب نادي حسام حسن بعد اعتزاله كرة القدم كان النادي المصري البورسعيدي وكان الحاج سيد متولى اللي أرحمه هو اللي أعطاله الفرصة فيه حب وعشق كده بين التوأم وبين النادي المصري وبورسعيد وبالتالي هما شايفين أن حسام حسن هو المنقذ بالنسبة لهم حسام حسن كان سبق وضرب النادي المصري ولكن خرج بخلاف كده نوعا ما مع النادي المصري وراح ضرب بيرامدز فترة ثم ترك بيرامدز وانتقل للتدريب في أكثر من نادي كان آخرهم نادي الاتحاد السكندري أتمنى إن شاء الله أن حساب حسن وجهازه الفني بالكامل وكابتر أبراهيم حسن يكونوا قادرين على خروج المصري من اللي هو فيه دلوقتي لأن مكانه لا يليق به النادي كبير والله شعبية كبيرة وشعبية جارفة وعنده تاريخ كبير وعنده لعيبة ليهم تاريخ كبير سواء مع منتخب مصر للشباب والنشئين وللكبار وأسامي كبيرة جدا مرت علينا في حياتنا في القرى المصرية كانوا بيلعبوا في النادي المصري فبالتالي قاله حساب حسن هو سابل الاتحاد من الدور الأول من فترة كبيرة جدا وإحنا طلعنا القرار ده بداية من الدور التاني فالقرار ده مش هيسري على حسام حسن وبالتالي تعاقد حسام حسن مع النادي المصري تعاقد سليم وده اللي هيودينا برضو أن الناس مش فهمة اللايحة بتقول إيه أتمنى تكون اللايحة واضحة يا جماعة ويكون المعايير واضحة فيها عشان أكيد في معضل الحيان هنقض ندي استيسنا بقى ونقض نقول وده مش الدور الأول وده الدور التاني لا ندي بقى نظام معين من بداية الموسم الجديد الكل يمشي عليه والكل قبل ما يتعاقد مع أي مدير فني يبقى عارف هو ده النظام اللي همشي على النادي وهمشي على المدير الفني في حالة تركه للفريق أو في حالة ترك الفريق للمدرب كريم حافظ قال ليه بقى بعد انضمامه بيلعب في مالاتيا سبور التركي قرر استدعائه لقائمة منتخب مصر كان بالنسبة له يعني حاجة رائعة وقال تكسرنا الحياة فيجبرنا الله ونعوده أقوى الحمد لله بعد صبر وتعب سنة صعبة ربنا عوضني أني أرجع قلب استشيرت منتخب مصر تاني في وقت كنت محتاج فيه حاجة تفرحني وتعود صبري خير واختتم الحياة بتعلمنا أننا نمر بظروف صعبة لكن ده يبقى اختيار من ربنا وحكمته أننا نقرب منه ونتعلم من أخطانا ويرجع يكافئنا ويفرحنا من تاني تأكد أن الله قادر على منحك ما لا تتوقع ده كلام كريم حافظ وعايز أقول لكم أن كريم يا جماعة من مدرسة وأكاديمية اللي كانت عاملها ودي دجلة واللي طلعت لنا نعيبة كتير جدا منهم أحمد الساد زيزو ومنهم أيضا كريم حافظ يعني دي من الأكاديمية من أكتر الأكاديميات النجحة اللي اتعاملت في مصر واللي طلعت لعيبة كتيرة جدا جدا ولعيبة مميزة جدا كان طبعا واحد منهم اللي هو يعتبر أحفظ اللعب في مصر حاليا أحمد السيد زيزو ترجمة نانسي قنقر